وقع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد يائر لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل اليوم عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشرك بين البلدين في عدد من المجالات منها الرياضة والبيئة والمياه في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي لمملكة البحرين فقد وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشان التعاون في المجال الرياضي كما وقع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل بشان الابتكار والتطوير في موارد المياه كما قدم سعادة وزير الخارجية شهادة اعتماد دولة إسرائيل صفة الشريك المعتمد للمركز العلمي لخدمات الشحن البحرية والجوية إلى معالي وزير خارجية إسرائيل وقدم سعادة وزير الخارجية أيضا رسالة بشأن منح دولة إسرائيل حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسب السحابية القائمة في مملكة البحرين إلى معالي وزير خارجية إسرائيل كما تم توقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي وصندوق شيبة للخدمات الصحية والبحوث بدولة إسرائيل بشأن تعزيز التعاون في المجال الطبي ووقع المذكرة سعادة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن مركز السلمانية الطبي والبروفيسور هشام يوسف حسن المدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك حمد الجامعي بينما وقعها عن صندوق الشيبة للخدمات الصحية والبحوث بدولة إسرائيل الدكتور يويل هاريامن كما وقع سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد الخليفة رئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء والسيد إيلي كوهين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الإسرائيلية ميكروفوت رسالة إقرار بشأن توقيع اتفاق بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وشركة ميكروت كما وقع الوزيران البيانة المشرك لنتائج زيارة معالي وزير خارجية دولة إسرائيل لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر